أرجو أننا نقف لقرأة كلمة الله لتحنن الله علينا وليبركنا لينر بوجهه علينا لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك يحمدك الشعوب يا الله تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة أمم الأرض تهديهم يحمدك الشعوب يا الله يحمدك الشعوب كلهم الأرض أعطت غلتها يباركنا الله إلهنا يباركنا الله وتخشاه كل أقاصر الأرض أمين فضل استقام حصل لثلاثين ثانية بس قبل ما نفعل يا رب مكتوب أنك تقاوم المستكبرين أما المتوضعون فتعطيهم نعمة رب جايين بالتضاع عند كلامك يا رب جايين بالتضاع يا رب نحتاج إلى نعمة نحتاج إلى توضع يا رب ونحن بنسمع كلمتك املأ أذهلنا رب وقلوبنا بكلمتك يا رب يجعلنا سامعين عاملين يا رب وأنا عبدك يا رب لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي أمين مزمور سبعة وستين مزمور قصير زي ما تشوفين هم سبع أعداد متأسب لثلاث مقاطع شعرية فلو تلاحظوا عدد ثلاثة وخمسة نظم المزمور بيكرر عدد ثلاثة وخمسة وكأنه عدد ثلاثة ده قفلت مقطع شعري وعدد خمسة قفلت مقطع تاني وبعد كده ستة وسبعة مقطع لوحدهم لكن قبل ما أبتدأ شرح في المزمور آية آية عايز بس ألفت نظر حضراتكم لتركيز نظم المزمور على الأمم على الشعوب اللي هم غير إسرائيل فبصوا كده معي في عدد اتنين يعرف في الأرض يقصد بيها كل المسكونة يقصد بيها كل الناس الساكنين في الأرض يقصد بمصطلح عام وبعدها بيقول كل الأمم وفي كل الأمم خلاصك وعدد ثلاثة وخمسة بيتكلم عن الشعوب وبعدين يقول الشعوب كلهم وكأنه تدارك بيقول ياحمدك الشعوب لا رب ده كل الشعوب تحمدك وبعدين تحت في عدد سبعة بيقول التخشاه كله أقاصي الأرض فتركيز المزمور ده على إرسالية شعب إسرائيل للأمم للناس اللي خارج جماعة جماعة العهد وده بفكرنا على طول أنه حتى من بداية الكتاب المؤدس يعني في بعض الناس بتقول أنه فكر الإرسالية فكر ينتمي للعهد الجديد لكن الكلام ده مش صحيح لأنه بنشوف الإرسالية بنشوف أن الله في إرسالية من سفر التكوين وحتى قبل تكوين 12 قبل دعوة إبراهيم من سفر التكوين أصحاح 3 وعدد 15 لما رب بيجي بعد ما بيحصل السقوط وبيقول أن نسل المرأة يصحق رأس الحية وأن النسل ده هو المسيح اللي فيه بيظهر عندنا في أصحاح 12 من سفر التكوين اللي فيه بتتبارك جميع الأمم وده مش اكتهاد ولا تفسير مني ده رسول بولس في أصحاح 3 من رسالة غلطية بيقول أنه مش بيقول في الأنسال كأنه عن كثيرين ولكن يقول فيه نسلك أي المسيح فالإرسالية بابتدتش في العهد الجديد شعب الله في العهد القديم بني إسرائيل كانوا في إرسالية من أول ما الله دعاها إبراهيم وقال له أن في صلبك وأنه في نسلك حتتبارك جميع قبائل الأرض وبنشوف اللغة دي بتتكرر كمان لعقوب ومن بعده لإسحاء ومن بعد كده الأصباط وبنشوف بني إسرائيل لما دي بتود يدخلوا أرض الموعد ويسكنوا ما بين وفي وسط شعوب آخرين فده يعني الستنج بتاع المزمور أو ده مش عارف إيه الستنج اللي هو يعني ده خلفية المزمور إنه المزمور بيتكلم عن الإرسالية وإنه بنشوف إنه قلب نظم المزمور وكله على إنه غير المؤمنين على إنه الأمم تحرف نفس الخلاص اللي إحنا بنتمتع به كمؤمنين فدي كده إيه المقدم آية واحد دي نقطة رقم واحد آية واحد هي نقطة رقم واحد ليتحنن الله علينا ولي وبركنا ليونر بوجهه علينا سلاح أعتقد اللي فينا مقلوف عليه لغة العهد القديم الآية دي جابت يعني في صادة كده فودانك حاسس إن الآية دي آه مقلوفة بس في حتة غير دي لو أنت جالك الصادة ده أنت إيه أنت يأشكر ربنا أنت كده شاطر بتاقي كتاب مؤدس وانت كده يعني عرف كلمة الله في صف العدد اسمحك يا نادر على صف العدد صح 6 البركة الهرونية رب بيقول لموسى بيقول له كلم هرون إنه يكلم الكهنة إنهم يكلموا الشعب بهذا الكلام عدد 24 23 أنا أعزي كلم هرون رب قال للموسى في 22 كلم هرون وبنيه قائلا هكذا تبركون بني إسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرسك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم البركة الهرونية محورية قوي في العهد الأديم وبتقتبس كتير في مواضع مختلفة من سفر المزامير أجل عايزكم بتلاحظوا معايا اختلاف كده أو فرق ما بين البركة الهرونية كما هي مدونة وموجودة في سفر العدد وفرق ما بينها لما بتقتبس أو بيشار إليها في سفر المزامير إيه الفرق في سفر العدد الكهنة مش بتبارك الشعب الكهنة بتنطق بالبركة على الشعب وفي عدد 27 مين اللي بيبارك؟ وأنا أباركه مين اللي بيبارك هنا؟ يهوة إله العهد بيبارك شعبه الكهنة مش هما اللي بيباركوا الشعب هما بينطقوا بيجعلوا اسمي على بني إسرائيل بينطقوا بالبركة لكن الرب نفسه هو اللي بيبارك ما نشوف في المزامير وأوضح إشارة للبركة الهرونية في عدد 6 سفر العدد يعني أصح 6 هي في مزمور 67 مزمورنا بتاع النهاردة إيه الفرق بقى؟ إنه في مزمور 67 مفيش أي ذكر الكهنة مفيش حد بيبارك وحد بيتبارك ده اللي بيبارك ده اللي بيقول الصلاة اللي بينطق بالصلاة بيتحد مع الناس اللي بيستقبلوا البركة هما الاتنين واحد اللي بيبارك واللي بيتبارك هما فريق واحد هما مجموعة واحدة فبنشوف أنه بنشوف أنه هنا الموضوع أكبر من مجرد صلاة لتورجية في الهيكل ممتد لحاجة أوسع من جماعة العهد اللي هما بني إسرائيل بالمفهوم العهدي مفهوم أوسع شوية يعني المساحة اللي بيفردها المزمور ده للأمم واضحة جدا 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 حتى إنه لما بيجي يتكلم مش جاي بذكر لا الكهنة ولا يعني تحس إنه هو بيتحد وبي بيوسع البركة دي إنها تشمل ناس من بره من بره جماعة العهد يعني إيه تحنن علينا ويبركنا يعني إيه تحنن علينا يعني يعني يشفق علينا يعني يدينا نعمة وإحنا ما نستهلش وإحنا ما نستحقش يبركنا ويبركنا دي هنلاقيه بتسكرر كتير في ستة وسبعة فمش أقف عن ده هنا بس أقف عن يونف بوجهه علينا الرب لما يضيق بوجهه عليك ويمنحك سلام ويمنحك نعمة ويكون معاك ويسلك معاك في وقت الضيق وفي الصعوبة اللي أنت بتكتاز فيها ويبص عليك وإنت في حالة يرثى لها ويقف جنبك ويبكي معاك هي دي يونف بوجهه عليك يضيق بوجهه عليك يمنحك حاجة أنت لا تستحقها يمنحك نعمته أنه يبصلك أنه إله قدوس ينظر إليك في خطاياك ويبص عليك ويقترب إليك هي دي هي دي النعمة يبقى النقطة الأولى صلاة من أجل البركة عدد اتنين لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك عندنا كلمة محورية قوي إحنا ما تعودناش ننتبه للكلمات الصغيرة دي في العربي بس كلمة لكي لكي بتربط الصلاة اللي في عدد واحد وبتحط لها غاية بتحط لها هدف بتحط لها فريم كده إطار ليه؟ ليه تتحنن علينا يا رب؟ ليه تباركنا؟ ليه تضيء بوجهك علينا؟ لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك زروة إعلان الله عن نفسه كانت في المسيح الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر يحنى 1-18 والمسيح قال عن نفسه في إنجيل يحنى أنا هو الطريق بالألف واللم بالتعريف أنا هو الطريق والحق والحياة فزروة يعني لو هنقرى المزمور وإحنا حطين عدسة المسيح عشان نفهم المزمور وإحنا في العهد الجديد لازم نعرف أنه طريقك هو المسيح ما فيش طريق تاني يوديني للإله الحقيقي إله إسرائيل إله العهد إلا المسيح اللي كان بيرمز ليه في سف الخروج خرف الفصح والخروج من عبودية مصر والعبور لأرض المواد وفي كل الأمم خلاص إحنا لسه في نفس الجملة بتاعة لكي الجملة السببية اللي بتشرح ليه رب تباركنا فاكرين في إنجيل لقى صح 2 سمعان الشيخ كان منتظر تعزية إسرائيل فاكرين لما شاف الصبي لما شاف آسف المسيح وهو العضرة مريم شيلاء على قديها قال الآن يا رب تطلق عبدك بسلام لأن عينايا قد أبصرت رأت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعور المسيح هو الخلاص وما فيش خلاص بعيد عنه وفيش خلاص بدونه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي تحت السماء به ينبغي أن نخلص بس شايفين الصلاة دي اللي هي عدد واحد والجملة السببية بتاعت اتنين اللي بتربط عدد واحد كلنا كده لو فحصت لو تفحصت حياة الصلاة بتاعتنا الخفية الشبكة والعشرة اللي بيننا ما بين الله في الخفاء لو تقارنت بالصلاة بتاعت نظم المزمور ده اللي بيفكر في الأمم اللي دماغه خارج أسوار الكنيسة وأبعد من الناس اللي بتحضر اجتماع ستة وتمانية والناس اللي بيعودوا جنبي يوم الحد أبعد من من أسوار الناس اللي اللي شبهي اللي من جنسي اللي بيفورمت زي أو بيؤمنوا بالإيمان المصلح زي أو اللي بجد ما صرى وسطيهم كتب المزمور صلاته وتوبخنا لو تحطت في الميزان صلاة كتب المزمور مع صلواتنا هو أول حاجة بيصلي بسيخة الجمع ما بيقولش يا رب باركني بيقول يا رب باركنا اتحنن علينا لكن كمان بيقول البركة دي مش هتتوقف عندنا إحنا بتوع إسرائيل إحنا قنا يا رب أنت عايزنا ننقل البركة بتاعتك دي لكل الأمم لكل الشعوب وكل يعني كل يعني من كل قبيلة وشعب زي ما قلت في القرى في رقع خمسة كل قبيلة وأمة وشعب ولسان هيجوا يسجدوا للحمل المسبوع بس تخيل قد إيه إحنا صلواتنا محورها دواتنا قوي مش غلط أنك تطلب أن الله يبركك مش غلط أنك تطلب أن الله يعديك في تجربة حد في عيلتك ما يعرفش المسيح يجي للمسيح دي صلوات كلها ممدوحة وممتازة بس لو هو ده النصيب الأعظم نصيب الأسد بتاع صلواتك كله بس بيدور حوالين ذاتك لو أنت مشغول بس بحياتك الشخصية بأمورك برحتك حتى ولو بازدهارك الروحي لو أنت الغاية يعني لو أنت النهاية البركة بتيجي عندك وتقف لو أنت بتصال بس أن ربي يبركك أنت بس كاتب المزمور بيقول لك لا أراجع نفسك أراجع نفسك لأنه المسيح باركنا علشان إحنا نكون كمان بركة حتى الرب قال لإبراهيم قال له أباركك وتكون بركة البركة مش تقف عندك إبراهيم أنت حتكون بركة مش بس للناس اللي حتيجي من ناس لك ده لكل قبائل الأرض كل الشعوب النقطة التالتة أنا هاخد ثلاثة وفبعة وخمسة يمكن على عكس الترتيب اللي أخدوا الأسيس الصبح غالبا أنا أبعمل عاجة كده يعني مختلفة شوية أنا هاخد ثلاثة وفبعة وخمسة وهقول لهم في نقطة واحدة ثلاثة وخمسة عاملين زي عارفين السندوتش الحتة اللي من فوق والحتة اللي من تحت والحشو هو عدد أربعة عدد أربعة عدد أربعة هو المفصلة بتاعت المزمور عدد أربعة هو لو عايز تقول لي مزمور 67 ده إيه كل الفكرة بتاعته هقول لك عدد أربعة لأنها صلب المزمور وتركيز كاتب المزمور عليها تعال نقطة عدد أربعة وبعدين نفسها في دوق ثلاثة وخمسة هنقول لتفرح ولتبتهج لأنها في العبية جاية كده لتفرح ولتبتهج فيه زي لام الأمر كده يعني لكنها مش بتعني الأمر لكن بتعني التمني والترجي وأنه كاتب المزمور نفسه أنه زي ما أنا دقت يا رب نعمتك المخلصة اللي انتشالتني من عمق فسادي وخطيايا وترقفت علي ورحمتني أنا نفسي يا رب أن الناس اللي حوالي دول الأمم اللي كلنا عم فين هم مين اللي حوالينا الأمم دولة ييجوا رب ويدوقوا ويذوقوا أن رب صالح فعنقول لتفرح ولتبتهج الأمم ليه؟ لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وأمم الأرض تهديهم ثلاثة وخمسة هي نفس نفس الآية بالزبط يحمدك الشعوب يا الله لا مش الشعوب بس يا رب ده الشعوب كلهم يحمدوك ويسبحوا نعمتك رب المخلصة ليه؟ ليه يحمدوك رب؟ ليه الشعوب دي اللي أليهتهم أصنام أليهتها أليهتهم هم اللي صنعينها في سفة أشعاء بيقول أن هم بيسبكوها أنه ممكن يعمل من جزء من الخشب يعمل إله والجزء الثاني يتدفى به ومش مدرك أنه دي حماقة مش مدرك أنه ملهاش ودان ولا عنين ولا مناخير ولا بؤ قالها صامتة لكن الإله ده إله يعرف عن نفسه إله أعلن إعلان عن نفسه من خلال إسرائيل ففي عدد أربعة بنشوف ليه رب يحمدك الشعوب وليه يبتهجه؟ لأنك تدين وتدين مش معناها دينونة مش تدين دينونة لكن تدين معناها تسود تحكم تتسلط معناها أن ملكك يا رب على الشعوب دي ملك بالعدل بالاستقامة الله عادل ويحب العادل المستقيم يبصر وجهه فتدين الشعوب بالاستقامة معناها رب أن سلطانك أن الشعوب دي هتحمدك وتجيلك لأنك إله صالح يا رب أنت مستقيم أنت لا تحابي الوجوه ما عندكش خياب وفقوس يا رب أنت من زمان وأنت الأمم في ذهنك أنت مش إله شعب معين أنت مش حكر على أمة معينة أنت مش بتاع الناس دول وناس التانين دول ملهمش قيمة فاكرين يونان النبي رب أرسل يونان ويونان ما كانش عايز يروح لأنه عافنا رب هيخلصهم شايفين غلازة غلازة القلب شايفين أنه لا ده بتاع إسرائيل ده إلهنا ما يروحش ما روحش أنا لأمة نينوة ما روحش أكرز لهم الأمة تابت وفي ثلاثة يام لبسوا المسوحة رجعوا لرب إذن أنا عارف أنه أشور بعد كده في سفر نحوم انهدمت وما بقاش لهم ذكر يعني راحت أشور كلهم والجيل اللي تاب في وقت يونان ده كله راح وجيه بعده جيل فاسد لكن يقولك أن الرب مهتم بالأمة الرب مهتم أنه يطعم الرب مهتم أنه مش يبقى بتاع إسرائيله بس ده عايز من خلال إسرائيل يصل للجميع ويبارك الجميع ودي أحشاؤه أنه بيقبل الخطاة وبيدعوهم وفاتح دبعات وليهم فتدين الشعوب بالاستقامة وأمم الأرض تهديهم وأمم الأرض مش شوية منهم مش الست سبع شعوب أو الخمس ست شعوب اللي حوالين إسرائيل لا كل الأمم يا رب أنت بتهديهم تهديهم يعني يعني تمسك بقديرهم يعني ترشدهم يعني تحفظهم من الزلل وده اللي رب بيعمله وعمله مع إسرائيل بس شايفين أمانة الله واضحة قد إيه في المزمون لكن في مشكلة أنه على قدر ما الله قدوس وعلى قدر ما الله أمين إسرائيل على العكس شرير وخاين وفاسد وأناني هو ده إسرائيل هو ده شعب إسرائيل هو ده الشعب اللي اقتناهم رب لذلك في سفر التسنيب يقول لهم أوعوا تفتكروا أن أنا اخترتكم عشان أنتوا أحسن من البقية أوعوا يجي لكم فكرة أن أنتوا أكثر من بقية الشعوب الأخرى أو أفضل أنا أحبتكم لأن أنا أحبتكم مفكومش أي شيء يدعوني أو على الأقل يعني يستميل قلبي أن أنا أحبكم مفكومش ولا حاجة لكن أنا أخضقت عليكم رحمتي ومحبتي لأن أنا إله منعم ومحسن ومحب لكن الشعب عمل إيه في البركة اللي رب بركوا بيها عمل إيه في الإحسان عمل إيه في أرد إزاي على عهد الله وعلى أن الله حافظ العهد كان إيه سلوك شعب إسرائيل مفيش موسى غاب ساعتين في الغاب شوية عبدوا العجل وقالوا هذه آلهتك يعني لسه الموضوع مفيش خرجين بحر مشقوق أصادهم مركبات فرعون كلها غرآن أصاد حينيهم خلاص عظيم حاجة محدش سمع بيها قبل كده ومع ذلك مفيش في سفر هوش عيقول أسرعوا فنسوا فنسوا أعمالوا نسوا بسرعة لذلك حتى لما موسى بيقول للشعب بيقول لهم أن رب دعيكم أنتم تكونوا بارك قالوا له لا أنت رب يكلمك وانت كلمنا بلاش يا رب يتكلم بلاش يا رب يتكلم مع نحن هو يكلمك وانت تبقى تنقلنك كلام شعب كسول أناني لذلك بتشوف قد إيه مراحم الله مبسوطة نحية الأمة لكن القناة عفنة القناة مش سليمة القناة فيها مشكلة عشان كده إحنا محتاجين ننظر إلى المزمور من زاوية المسيح التحقيق أن نسل إبراهيم الحقيقي وأن إبراهيم صار وارثا للأمم صار وارثا للأمم بسبب المسيح والمسيح في رمية 15 دي آية مدهشة ممكن نجيبها دي في رمية 15 وعدد 8 وتسعة لو أنا فاكر صح عدد 8 وتسعة رمية تمانية وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختام ليثبت يعني ليؤكد ليبرهن على صدق الله إن الله بيحفظ الموعيد حتى يثبت موعيد الأباء العهده مع إبراهيم وعهده مع الأباء لكن فعدد تسعة بيقول وأما الأمم يعني هي الترجمة هنا مش مساعدنا قوي بالزبط لكن إن الأمم هو بيعمل زاك إنه مقارنة ما بين إنه إنه المسيح صار خادم للمختنين أي اليهود المسيح صار خادما لليهود علشان يثبت موعيد الأباء وللأمم من أجل الرحمة علشان كده الشعوب جات ومجدته الشعوب والأمم والناس اللي مش جوه جماعة العهد بتاعت إسرائيل بسبب رحمته عليهم جموا ومجدوه وخضعوله وسجدوا عند رجلي من أجل ذلك سأحمدك في الأمم كما هو مكتوب من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأبتلوا لإسمك شايفين إله أنا قد إيه حافظ العهد إله بيشفق بيشفق على شعبه قال لي يونان قال له أنت زعلت على اليقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت وغضان هل بالصواب اختصت يا يونان ومش عايز أنا مرحمي تضطرم على شعبي على ناس أنت شايفهم مش شعبي بس أنا شايفهم شايفهم شعبي شايفهم ممكن يخشوا ويبقوا ضمن شعبي أعلم نرجع تاني اللي مزمور سبعة وستين فعدد ثلاثة وعدد خمسة أنت ممكن تقول يعني مش كفاية مرة يعني مش كفاية يعني هو تتكراره خلاص يعني أنت خلاص قلت يحمدك الشعوب يحمدك الشعوب يا الله كله ليه بتكررها لأنه شايف أنه مرة مش كفاية معبرتش عن الجمرة اللي في قلبه ناحية أنه هو عايز إخواته الأمم يعرفه يعرفه الغنى اللي هو دخل فيه يجو للمسيح اللي بيخفر الخطيئة اللي بيطاهر لذلك أنت ممكن تشعر أنه تكرار باطل أو تكرار يعني ملهوش لزو أنسسري يعني مش ضروري ليه يعني لكن كاتب المزمور في حاجة في قلبه مش كفاية أنه هو الهلك مرة هو عايز يحسسك بالضرورة الملحة الموضوع على عاطقي وعلى عاطقك أنت كمؤمن في جماعة العهد في العهد الجديد عفين العهد القديم بني اسرائيل بيتقال عليهم الكنيسة التي في البرية في عمل رسل في الصحة السبعة فهم كنيسة وإحنا كنيسة برضو إحنا زيهم ففي مسئولية واقعة علي وعليك هو بيحاول يرمي عليك الثقل ده ويقولك حس يا أخي بالمسئولية يا كنيسة أخرجي يا كنيسة قومي وإنهضي قومي استنيري أخرجي للناس كم مرة أنا مش هتكلم يعني هتكلم هشير إلى نفسي مش هتكلم عن حد كم مرة أنا بخلت على إعلان رسالة الإنجيل لحد وقلت ده بصم هدخل نفسي في جدل مع واحد هيرهقني كم مرة ركبت القطر جنب حد وأنا بسافر بسافر 16 ساعة فيعني فرصة أن أنا أحكي مع اللي أحد جنبي ده أنا بتعمد أختار كرسي مفرد عشان ما عادش ما عادش جنب حد لأنني مش هايزة أتكلم بهرب من بهرب من الكرازة ورسول بولس قال ويلون لي إن كنت لقوا بش الضرورة موضوعة علي يا كنيسة المسيح الرب باركنا بكل بركة روحية في السمويات في المسيح عفصة 1-3 مش عشان أنفسنا يباركنا يتحنن علينا لكي يعرف في الأرض طريقك نفسي لو نجحت حاجة واحدة الوعظة دي لو نجحت تعملها إنها تنخس قلبك يبقى كده أنا نجحت إنك تشعر إنك يا صديقي في نعمة إنك أنت غفرت خطياءك توبة للذي غفرت خطياءه وستر اسمه توبة لرجل الله يحسب لها رب خطيئ عايزك تدرك أنت في غنى وفي نعمة وأنك انتقلت من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته وتشوف الناس قد إيه في بؤس أعظم مشاكلك بالنسبة لهم من وجهة نظري لا تعد مشاكل لأنك خطي الحياة الأبدية لأنك المسيح حمل غضب الله عنك أعظم مشكلة ممكن تكون يعني بتهدد حياتك أرب نقلها عنك وبمجرد ما توبت وأمنت بالمسيح أرب نقل عنك خطيطة لكن كام حد حواليك محروم بيأن بيرزح تحت وطئة الخطيئة بيصرخ من قيد وزل وعبودية النجاسة وعايش وعايش عايش إبليس مأيده كام واحد محتاج يسمع الخبر الصار حواليك في شغلك في درستك كل واحد بحسب دواير دواير تأثيره المزمور ده بيدعونا وكاتب المزمور ده شو قلبه أنه كل اللي بيسمع هذا المزمور يبتدي يتجه ويفكر عن قصد إزاي يخلق فرص يكلم بها الناس عن المسيح وإزاي أنه سلوكه وحياته أنا مش معا أن إحنا نشهد بحياتنا وما نقولش الإنجيل يرى أعمالكم الحسنة وما تجدوا أباكم لزر السموات أمين لكن مستعدين كمان لمجابة كل ما نسألكم عن سربة رجال لازل فيكم يعني نكرس بحياتنا بس وما نقولش الإنجيل الناس مش هتخلص لازم نقول الخبر المسيح مات ودفن وقام في اليوم الثالث كام في الكتب وحمل خطيانة الخبر ده ما يستهلش أنك تروحه وتزيعه ما يستهلش أنك أنت تجازف سنة في شغلك تخاطر أنا بقول لربح النفوس حكيم لكن أحيانا بيكون عندنا يعني بيسموه كده يعني فئات محطوطة ما كان حاجات حاجات محطوطة ما كان حاجات نقول لربح النفوس حكيم بس ورها في جبن في خوف في حفظ للنفس أنه أدخل نفسي في قصة وأحكلم والمسيح الناس عادشان أنا بقول لكم الصدق الصدق أن في هذه الأيام الناس مش زي زمان الناس مش زي زمان مش بتصد رسالة الإنجيل الناس بتسمع عن المسيح وبتيجي لربح واللي ما بيجيش معاك ممكن أنت تحط وبعدك حد يكمل ييجي لكن مفيش الفضل شديد ده بصراحة يعني دي حجج وأنا أولكم تعالوا ننقل على العدد ستة العدد ده أرهقني شوية لأنه حاولت أفهمه الأرض أعطت غلتها في السياق اللي فات الأرض أعطت غلتها يباركنا الله إلى هنا أنا قلت أنه في عدد واحد وستة وسبعة فكرة البركة دي حاضرة بقوة جدا وزهرة وزهرة قوي يعني ودي تقل المزمور كمان في الحتة وفي عدد سبعة بعد إذنك يباركنا الله فوتخشاه كل أقاصي الأرض دي لتخشاه برضو يعني هي الحتة يعني فيها كده إيه فيها احتمالية فأنا أقول للاحتماليتين وهحاول أرجع كفة واحد واحدة فيهم بتقول أنه لما في ستة معلش أنه بما أنه الأرض أعطت غلتها فده دليل على أن الله بارك شعبه فالشعوب لما ترى ازدهار شعب إسرائيل والبركة اللي فيها شعب إسرائيل ترى وتؤمن وتأتي لتسجد ويباركنا الله فيه واحد من المفسرين قاريت وقاريت حد بيقول عكسه قال يباركنا دي بتاعت عدد ستة يباركنا الله إلهانا دي ده إحنا إسرائيل ومعنا الأمم خلاص جمب بقى معنا بس في حد رد وقال لأ بحسب آية تانية معلش يستحملوني في دي في زكريا تمانية في زكريا تمانية عدد تلاتة وعشرين هو كان المفسر ده بيحاول يقول المزمور اتقل إمتى بالزبر في حياة إسرائيل فبيقول أن المزمور ده قيل بعد السبي أو بعد عودة إسرائيل من السبي ففي عدد تلاتة وعشرين بيقول هكذا قال رب الجنودي أنا أسف ممكن نقرأ عدد قبل تلاتة وعشرين بس عشان توضح نقرأ عدد اتناشر بل زرع السلام الكرمو يعطي ثمره شوفوا والأرض تعطي غلاتها هي عدد ستة بالزبط والسماوات تعطي نداها وأملك بقية هذا الشعب اللي رجع من السبي هذا الشعب هذي كلها أدينا كده تلاتة وعشرين هكذا قال رب الجنود ليه الرجل ده رفض التفسير أنه يبركنا الله كده إحنا والأمم مع بعض بيقول لأ مازال فيه لأن المسيح يعني بيقول لسه المسيح مجاش اللي نقد حقق السياج المتوسط زي ما أوليفر ألف وقفاسوس 2 فبيقول أنه لأ لسه فيه تمييز فيه لغة مخاطب ومتكلم هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذي لرجل يهودي قائلين نذهبوا معكم إحنا نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم فلسه الأمم حاجة وإسرائيل حاجة فأنا قلت لكم كده دي الاحتمالية بتاعة عدد 6 أنا ميال لرأيي أنه بتاع زكريا ده أنه لا لسه الأمم يعني والمزمور بيتقال لسه الأمم مش معنا فيبركنا الله دي إسرائيل أمة إسرائيل والأرض أعطت غلتها ده الدليل أو البرهان على استجابة الصلاة فإحنا قلنا نقطة رقم 1 صلاة من أجل البركة هنا دليل أن الرب بالفعل بارك تنازل بارك إسرائيل ونختم في عدد 7 يبركنا الله تاني مش قادر ما أقولش إنه تاني فكرة الصلاة بتصلي من أجل إخوتك اللي معاك في الكنيسة مش هكلمك عن ناس اللي برا أنا كلمتك عن ناس اللي برا بما فيه الكفاية بس فعلا بتذكر بتصلي بسيغة الجامعة دي بتصلي يبركنا الله ولا رب باركني خليك مع جوزي ومع عيالي واحفظنا وعايز مرتب زيادة رب عشان ده مش مكفيني هو دي كل صلاتك ولا فيه أكتر من كده وبما إنه يبركنا الله فنتيجة لبركة الله هتخشاح كل أقاسي كل أقاسي الأرض هاختم بحاجة بس من رسالة غلطية وبعد كده نصلي مع معا غلطية تلاتة بعد ذلك لما رب يبارك إسرائيل علشان إسرائيل تتمم دعوتها وسط الأمم فالبركة دي توصل للأمم والمسيح أتى من إسرائيل المسيح قال للسامرية الخلاص هو من اليهود المسيح جاء من نسل داود من اليهود المسيح أتى من إسرائيل ولأجل إسرائيل علشان تنالي الأمم رحمة وتمجد الله لما الكنيسة تمشي بنفس النمط إن رب باركنا وغفر خطيانا ورفع عننا قصاص وعقوبة زنوبنا ومعصينا ولما نتحرك برا دايرة نحن مستهلكين بأنفسنا وبحياتنا وبالكنيسة أنا مش بقول نحن أبدا أبدا ما هقول أن نحن ما نهتمش بالداخل لأن لو الداخل مش كويس عمنا ما هنعرف نطلع على الخارج لكن هدف إن إحنا نخرج إنه نجيب ناس تعبد المسيح معنا من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان لو نسينا أنفسنا للحظات بس وبدأنا نفكر في إنه في شارع ما فيه ولا واحد بيعبد المسيح في منطقة اسم المسيح مش موجود فيها رب الله يترك نفسه بلا شاهد لكن مازالت فيه أماكن الكتاب مقدس مش موجود بلغتها مش بقول لك روح انزل في إرسالية بكرة سجل اسمك وسافر بس افعل حيث وجدت في المكان اللي انت موجود فيه اشهد عن المسيح هختم معاكم بغلطية 3 من 14 ل 16 ممكن 13 المسيح افتدانا من لعنة النموس اصار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لتصير بركة إبراهيم الموعود بيها في تكوين 12 للأمم في المسيح فالمسيح هو التحقيق للوعد بالبركة اللي تقل إبراهيم في تكوين 12 لننال بالإيمان موعد الروح أيها الإخوة بحسب الإنسان أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه 16 وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم أنا قلتها في الأول وفي نسله لا يقوله وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح تعالوا نسلي يا رب بنترجاك بنطلب وجهك يا رب بنترجاك يا رب إنك تنسينا ذوتنا ننسى إن إحنا رب محور والحاجات كلها لازم تدور حوالينا رب نتذكر إنه إحنا هنا من أجل قصد ولينا دور علشان ناس تجيلك ناس تعرفك وناس تدعو بإسمك يا رب لتفرح ولتبتهج الأمم لأنك تديني شعوب بالاستقامة يا رب والأمم تهديهم يعرفوك يا رب من خلالنا يعرفوا عنك يعرفوا عنك أنت الصانع رحمة وخلاص في الأرض انزع من جوانا رب كل تمركس حول الذات رب كل أنانية كل رب كسل وكل رب محاولة إن إحنا مش عايزين نخرج مش عايزين نتكلم مش عايزين نبذل مجهود ترقف علينا رب ترقف علينا ترقف علينا في إسمي يسوع أمين